المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل ووفد الحكومة والتي استمرت لمدة خمس ساعات فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق الإضراب الذي يعتزم الاتحاد القيام به الخبيس وبحسب مصادر إعلامية مقربة من الاتحاد فإن الاجتماع شهد تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد في وقت سابق عن دعمه لإضراب القضاء في تونس على خلفية عزل الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا وهو ما دفع القضاء إلى بدء إضراب الاثنين الماضي وعلى الرغم من الجهود المبدولة لتفادي إضراب عام سيشل البلاد وسيكون مكلفا للغاية يبدو أن الاتحاد ماضي في تنفيذه فكيف يؤثر ذلك على المشهد السياسي في البلاد وهل يمكن أن تقدم الحكومة تنازلات للنقاش نرحب بضيفينا من تونس الوزير السابق والقيادة في حركة الشعب محمد المسليني والصحفي في جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل صبري أزغير أبدأ معك سيد محمد ألم تمنح النقاب الحكومة الوقت الكافي لإعداد ملفاتها وإيجاد حل يرضي الشارع ويرضي هذه المؤسسات قبل الإضراب أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولكل متابعي القناة شكرا على الاستضافة للحديث في هذا الموضوع الهام أعتقد أن لا أحد ينكر أن البلاد تعيش في وضاعة استثعية وصعبة عن مستوى الاخصاد والاجتماعي علاوة على المرحلة السياسية والاستثعية ولا بديل عن الحوار بين كل الأطراف من أجل إيجاد الحلول التي ترضي أو على الأقل تحد من مزيد من التوتر ومزيد من التشنج والذهاب إلى الحلول القصوى لا شك أن الاتحاد العام تنسل الشغل منظمة عتدة وطنية تدافع على منظورها وهذا محق أمام ارتفاع الأسعار وأمام تداول المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة الأوضاع الداخلية والخارجية ولا شك أيضا أن هناك استجابة غير لا ترتقي إلى الحد الذي يطالب به الاتحاد العام تنسل الشغل الذي كان حريصا دائما على المسهل الوطنية ومع ذلك نحن في حرك الشعب ما زال لنا الأمل في أن نصل إلى توافقات كبرى ونطالب الرئيس الدولة أن يتدخل من أجل العمل على وضع حد لهذا التدهور السريع للأوضاع في البلاد لأن الجميع خاصر في هذه العملية لا أحد يمكن أن يكون رابحا من هذه العملية نجح الضراب أو لم ينجح نجحت الحكومة وفشلت الجميع البلاد المواطن هو في النهاية الذي سيدفع ثمن هذا الوضع الاجتماعي الذي جزءا منه داخلي جزءا منه نتيجة الوضاع الأساثنية وجزءا منه نتيجة الوضاع الدولية الذي أثرت كثيرا على ارتفاع الأسعار وغياب حلول حقيقية لتجاوز أزمة المتراكمة أو الموروث الذي ورثته هذه الحكومة وغيرها من سنوات طويلة الحكومة سيد زغيدي ترى أن بهذا الاضراب يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل البلاد في أزمة وهو أصلا يعاني اقتصاديا مساء الخير تحية لضيفك الكريم هو حتى يكون السادة المشاهدين على علم بكافة التفاصيل أولا الاتحاد كان مجبرا على اتخاذ هذا القرار بل أضطر ودفع دفعا لاتخاذ هذا القرار القرار اتخذ منذ مبدأ الأضراب في القطاع العام والذي يمس 700 ألف موظف اتخذ هذا المبدأ منذ مارس الفارت يعني هناك ثلاث أشهر كان من الضروري أن تعد الحكومة ملفاتها ثم تم إرسال برقية التنبيه بالأضراب 15 يوما قبل الأمس يعني قبل دعوة الحكومة لقيادة الاتحاد للتفاوض حول مختلف المطالب المطروحة ثلاث أيام قبل تنفيذ الإضراب تدعو الحكومة الاتحاد هذا في حد ذاته يعكس عدم جدية للحكومة وعدم استعداد للحكومة لحل هذه المشاكل والتي تعود في الحقيقة إلى سنة 2015 يعني عندما نتحدث عن التطبيق اتفاقيات قطاعية بعضها منذ 2015 وفي آخر جلسة يعني 6 فيفري الفارت التزمت حكومة بدن واتزمت بدن بتطبيق هذه المشاكل هناك مسألة مهمة ويجب الإشارة إلىها عفوا المقاطعة لماذا الحكومة لم تستجب لهذه الدعوات وهذه التحذيرات رغم أن ربما أكثر من 155 منشأة قد تستجيب لهذه الدعوات للإضراب العام هذا المشكل الحكومة ليست لها مقاربة في علاقة بالحوار الاجتماعي ليست لها رؤية في علاقة بهذا الملف الخطير نعلم جيدا والاتحاد متفاهم ويعلم جيدا الوضع الاقتصادي الردي الذي تعيشه البلاد وفي الحقيقة هو نتيجة التراكمات يعني منذ سنوات طويلة إلى جانب ذلك ماذا فعلت الحكومة أول شيء فعلته ودقت أسفين الحوار الاجتماعي هو المنشور 20 الذي يجب أن يعلم الجميع أنه سابق في تاريخ تونس والذي يضرب مبدأ الحوار الاجتماعي بل يضرب اتفاقيات دولية مع منظمة العمل الدولية صادقت عليها الدولة التونسية إلى جانب ذلك هناك مسألة مهمة للرد على مسألة الوضع الاقتصادي تقريبا المطالب المطروحة في إضراب 16 جوان عند التفاوض مع هذه المؤسسات يعني هل يمنع دور الاتحاد أم ينظمه هذا هو المشكلة هذا انتهاك للحق النقابي وانتهاك للمفاوضة الجماعية بشهادة منظمة العمل الدولية يعني الدول الديمقراطية والدول التي تحترم فيها الحق في التنظم والحق في العمل النقابي لا توجد فيها مناشير من نوع هذا وأصلا يعني بشهادة حتى رئيس الدولة رئيس الدولة في آخر جلسة مع قيادة الاتحاد يوم قبل شهر رمضان الفرق تم طرح هذا الموضوع وعبر عن استعداده يعني لإلغاء هذا المنشور لكن لم يتم ذلك إلى جانب ذلك أغلبية المطالب بل كل المطالب الست فقط هذه الإشارة فقط جميع المطالب الست المرتبطة بإضراب 16 جوان ليست لها انعكاسات مالية مباشرة الآن لفائدة العمال المنشور عشرين عندما طلبنا بإلغاءه ليس فيه انعكاس مالي لفائدة العمال أو موضف القطاع العام طلبنا حتى في علاقة بالزيادة في الأجور طيب طلبنا الدخول في مفاوذات لم نطلب الزيادة الآن وتعلمون أن المفاوذات يمكن أن تمتدل يعني لي لأشر إلى جانب عدد من المطالب الأخر التي ليس لها انعكاسات مالية وهذا ما يعكس عدم الجدية خاصة في جلسة البارحة جلسة البارحة المكون الحكومي أفراده لم يكونوا منسجمين بل كانوا مرتبكين مرة عضو يقول نعم مع الغاء منشور عشرين وعضو آخر يعني مباشرة بعض دقائق يقول ضد الغاء هذا المشور الحكومة كانت مرتبكة وهذا ما يعكس عدم يعني تضمنها لمقاربة واضحة لم تأتي بأي مقترح جدي بل كانت جلسة هذه طيب سيد وهنا انتقل لسيد محمد يعني هذا الضغط الآن 159 وربما أكثر مؤسسة قد تستجيب يعني هذا الإضراب العام الذي قد يشل البلاد ويوثر على اقتصادها ما المتوقع من الحكومة مع بالفعل البدء في هذا الإضراب المؤثر أعتقد أن الجميع الآن مطالب البحث عن حلول والتخفيض من حالة التوتر لا أحد له مصلحة في أن تحصل هذه الأشياء والذي الإضراب حتى الاتحاد تنسي للشغل ليس له مصلحة في ذلك والجميع عليها أن يبحث على حلول تضمن وتحفظ ماء الوجه للجميع مثل ماذا هذه الحلول كما قلت استثنائي والآن نحن طبعا الحلول الممكنة موجودة نستطيع أن المفيد أن يكون هناك رغبة في أن نبحث على حلول وأنا من هذا الموقع وباسم الحركة أدعو لي الجمهورية وكل القوى الخيرة في هذه البلاد للتدخل من أجل إقناع الجميع بالجلوس على طولة المفاوضات وتجاوز هذه الأزبة سواحة نفيد هذا الاضراب أم لا ينفذ حتى لا نذهب إلى عملية تشنج كبيرة ونحن ندرك جيدا هذه الأوضاع التي نعيشها لا أحد عليه أن يمس من هيبة الاتحاد هل كان بهذه المؤسسات أو النقابات خيار آخر سيد المسليني طبعا كان ممكن أن يكون هناك خيار آخر كان يمكن أن يكون هناك حالة من طبعا خيارات موجودة الحكومة أيضا كان لها أمام خيار آخر مثلا المنشور العشرين هذا السيد الذكر الذي يقع الحديث عنها رغم أن لا شيء تغير المسألة إجرائية لأكثر الأقل ولكن أعتقد أنه الآن نحن في وضعية علينا أن نبحث على إيجاد الحلول لها وبأسرع وقت ممكن حتى نجنب البلاد مزيد من التدهور والاقتصاد مزيد من الضربات والوضع الاجتماعي مزيد من التشنج أعتقد أنه هناك أطراف سياسية تعتقد أن ستستثمر في هذه الوضعية وعلينا أن نفوت فرصة كاتحاد شغل كحكومة كرئاسة كمجتمع كقوى وطنية أن نفوت الفرصة على هذه الأطراف التي تحاول أو تعطي انطباء أنها تقف مع الاتحاد عامة الشغل من أجل إدخال البلاد في جملة ونبر الاتحاد العام من هذه الوضعية وقد قال أمين العام كلمته واضحة في هذا المجال إلا الأمن الوطني الذي يمكن المساس به أعتقد أن هذه الجملة تلخص موقف الاتحاد وهو ما يجعله أكثر قدرة على الطعام وأكثر قدرة وليون يعني مع المنشآت القطاع العام يبحثون عن حلول سيد المسليني يعني ما الحلول التي ربما قد تكون بالفعل بداية لجدية من قبل الحكومة حتى تتجنب تونس يعني تبعات هذا الإضراب باختصار طبعا هناك حلول تتعلق بإصلاح هذه المنشآت العمومية بإصدار قوانينها الأساسية هذه الحلول طبعا هذا موضوع مطروح منذ سنوات طويلة إصلاح المنشآت العمومية لماذا لم يتم البت فيها وأوضاع مالية وهيكلية صعبة وغياب إرادة سياسية ما الفائدة سيد صبري يعني من تأجيل مثل هذه القطوات سيد صبري وهنا السؤال نقاط مهمة طرحتها سيد محمد يعني في رأيك خاصة نقاط مهمة ورئيسية كما ذكرت قبل قليل متعلقة بهيكلة وعمل هذه المؤسسات الرئيسية في البلاد سنة 2018 الاتحاد دعا إلى إضراب عام في القطاع العام تقريبا حول نفس هذه المطالب يعني بما فيها إصلاح المنظومة إصلاح المؤسسات الحكومية وأفرز برقي التنبيه بالإضراب أفرزت اتفاقا مع يوسف الشاهد سنة 2018 بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة الشغلة وبين الحكومة نذاك لكي تقوم بعملية الإصلاح على مستوى التسيير على مستوى الحوكمة حالة بحالة يعني لا نذهب إلى التفويد في المؤسسات العمومية يعني إلى الخواص ونبحث عن الحلول السهلة هذا الاتفاق يعود إلى سنة 2018 ما المشكل عندما نفعل هذا الاتفاق ونذهب في اتجاه هذا عملية الإصلاح وخاصة المؤسسات الحكومية تعتبر رافعة في الاقتصاد الوطني أين المشكل في ذلك هل ستعطي الدولة أموال من المالية العمومية لموظفيها لا المطروح غير ذلك مسألة مراجعة القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية وذلك ما هو تبرير الحكومة سيتصبر هي مفاوضات وحوار هناك ليس لها أي تبرير المشكل واضح المشكل هي أملئات صندوق النقد الدولي إلى اليوم فقط الحكومة لازالت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول أربع عناصر هي مدمرة الاقتصاد وأثبت تاريخ ذلك هي تجميد الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية هي تجميد الانتدابات في هذين القطاعين هي رفع الدعم وهي التفويد في المؤسسات الحكومية للخواص باعتبار أملئات صندوق النقد الدولي هذا هو المشكل أستاذ المشكل معاه صندوق هو الذي يشطيط ذلك يعني يكون الأضراب مؤثرا على الاقتصاد دون حلول ويربك المشهد أكثر كما أيضا ردد سيد محمد ضيفي من تونس الاقتصاد الوطني من هو مذر على المستوى يعني من هو الذي يعيش يعني رداء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هم الموظفون هم المعطلون عن العمل هم المهمشون هؤلاء الذين يعيشون يعني رداء في الاقتصاد والذين يعيشون أزمة اقتصادية أما لكن الآخرون من يعني من يملكون جيوب ملآن بالأموال ومن يتهربون من الضرائب ومن يتهربون من دفع الجباية ومن هم منخرطون في التهريب وفي الاقتصاد الموازي لا نبحث عنهم ولكن نبحث عن الحلقة الأضعف هم الموظفون والمعطلون عن العمل هذا المشكلة الآن هي خضوع حكومة بودن مثل حكوماتنا المتعاقبة لحركة النهضة يعني التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي أثبتت فشلها في وقت بن علي وثار عليها التونسيات والتونسيون مثل ما ثار عليها في 25 جوليا وثار على حركة النهضة الآن حكومة بودن والسلطة التنفيذية تتبع نفس الخيارات النيوليبرالية المتوحشة التي أجرمت في حق الشعب التونسي والتي خربت الاقتصاد الوطني هذا هو المشكلة نعم سيد المسليني يعني في رأيك يعني بعد شهر من الاضراب أو أسابيع من الاضراب ماذا نتوقع يعني تأثير هذا الاضراب على المشهد التونسي المعقد أصلا هو الاضراب بيوم على ما أعلم الاضراب في القتال ليوم بيوم والمفروض أنه حصل الاضراب والمحصل لابد من الجلوس على تونسيات المفاوضات ولابد من تدخل الرئيس لهو المسؤول المسؤول الأول على هذه الوضعية من أجل معالج سيادة الوضعية يحصل ضابة ولا يحصل لا يمكن أن يكون هناك قطيع بين الاتحاد وبين السلطة القائمة وبالأساس رئيس الجمهورية من أجل البحث عن حلول حقيقية لتجاوز هذه الكشكيليات أعتقد أنه لا أحد يجب أن يطالب بحلول الآن وهنا المفروض أن نضع رزنامة لإضراب طيب ماذا لم تنجح من دفع الحكومة للحل ما الخطوة التالية أو الخيار الآخر للاتحاد العام للشغل عموما الاتحاد قد يذهب إلى إضرابات أخرى وهذا غير صحي غير صحي للاتحاد ولا للبلاد لذلك لو جو بديل عن الحوار وعن البحث المشترك عن حلول تجنب بلادنا مزيد من اقتصاد مزيد من التداور بلادنا مزيد من التشنج وأريد أن أشير نقطة أن هذه الحكومة هي حكومة إدارة شان استثنائي مؤقت عمرها الافتراضي ديسمبر 2022 المفروض أن عندما تأتي حكومة سياسية خارجة عن انتخابات وحينها عليها أن تشرع في إصلاحات عميقة فيما يتعلق بالقطاع العام فيما يتعلق بالوظيفة العومية ومن يتعلق بكل هذه الجوانب هذا يطلب طبعا استقرار سياسي نحن الآن في وضع الاستثنائي صحيح هناك ارتفاع مشط للأسعار وهناك ضغط على المقدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام وهناك استحقاقات يمكن على المالية العومية وضغوطات على المالية العومية يجب معالجتها ولكن معالجتها بشكل آني كل ما هي حلول استراتيجية هذه مربوطة بمرحلة مستقرة تأتي بعد هذه المرحلة السفاية ما امكانية بالفعل أن يتغير موقف الحكومة في رأيك سيد صبري يعني القطاع العام الاقتصادي إذا نفذ هذا الإضراب سيضاف إلى إضراب القضاء الذي يستمر الأسبوع الثاني ماذا نتوقع هل من فرص أصلا لعدم الوصول إلى هذه المرحلة إضرابات متلاحقة الأصل في الأشياء نعم الأصل في الأشياء هو الحوار لكن هذا الحوار لا نريده بهدف الحوار فقط وهم يفعلون بعد ذلك ما يريدون نريده حوار مسؤول حوار جاد حوار يتضمن مقترحات جدية تكون في مستوى يعني انتظارات وفي مستوى مشاغل وهموم يعني في أتواسع من الشعب التونسي وعلى رأسهم الطبق الوسطى والمعطلين وغيرهم وغيرهم إلى المنظمة الشغيل هي أقرت موعد الإضراب يوم 16 جوان كما أقرت الهيئة الإدارية للاتحاد مبدأ الإضراب في الوظيفة العمومية الاتحاد سيتفاعل مع تفاعلات الترفة الآخر في حال إن كان إيجابيا طبيعي جدا أن يكون الاتحاد إيجابي إن كان وتواصل نفس النهج الانفرادي والذي لا يتضمن حلول جدية والذي لا يتضمن مقترحات سيمضي يعني الاتحاد بتنسيق مع مؤسساته في إضراب عام في الوظيفة العمومية ثم إذا تواصل هذا الأمر كذلك قد يمكن الاتحاد أن يصل إلى إضراب عام في كافة القطاعات سيد محمد للخروج من المؤسس السياسي اقترح رئيس قيس سعيد خالط الطريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد وانتخابات تشريعية طبعا هذا الأمر يعني وجد الاتحاد أنه مستهدف من استبعاده من المشاركة في محادثات دستور الجديد هل يمكن إذا ما شارك الاتحاد سيكون الوضع مختلفا حول هذا المقترح من الرئيس هو طبعا أنا لا أعتقد أن الاتحاد مستهدف الاتحاد خير عدم المشاركة وهذا قراره قراره الذي يلزمه من خلال هيكله وأعتقد أن وجود الاتحاد في الحوار كان يعطيه مصدقية أكبر ما في ذلك شك لأنه في النهاية الاتحاد منظمة عتيدة كبيرة عندها مصدقية عندها تاريخها كان يعطيه كان يعطيه هذا الحوار مصدقية ونعتقد أن الاتحاد لم يقطع مع هذه المنظومة ما زال في منظومة 25 جويلة وقد يذهب أو قد يدعو هيكله ومنظوره إلى المشاركة في الاستفتاء إذا كان مخرجات هذا الحوار أقنعت الاتحاد عن تشغل قد يدعو منظوريه للذهاب بالتصويت بنعم أو بلا هذه مسألة سيادية لكن أعتقد أن الاتحاد لا يمكن أن يتخلى عن المحطات السياسية والوطنية الكبرى التي تطرح أمامه وتطرح أمام البلاد للخروج من هذه الأزمة غير هذا ذهاب إلى المجهول أشكرك من تونس الوزير السابق والقيادي في حركة الشعب محمد المسليني وأشكر ضيفي أيضا الصحفي جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشوء الصبري الزغيدي شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار